من الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع المحاضرة ثانية من محاضرات تصميم الميكانيكي حول لوالب القدرة تكلمنا في المحاضرة السابقة عن اشتقاؤ معادلة العزم معادلة عزم الرفع هذه معادلة عزم الرفع تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة وهذا العزم يمثلنا العزم اللازم لرفع ثقل مقدار هو F بواسطة لوالب قدرة قطره ديمين وتقدمه L ومعامل الاحتكاك بين أسنان الصامولة وأسنان اللولب هو ميون تعطينا هذه المعادلة معادلة عزم الرفع طبعا عزم الرفع هذا له غايتان أو فائدتان يتحقق تتحققان بواسطة هذا العزم الأولى هي التغلب على الاحتكاك بين الأسنان الاحتكاك بين الأسنان أسنان الصامولة وأسنان اللولب والثانية التغلب على ميلان السن تغلب على ميلان وكأنه نرفع ثقل على سطح منحدر بزاوية مقدارها لامدل في هذه الحالة حتى لو كان الاحتكاك صفر معامل الاحتكاك صفر يعني ماكو احتكاك أيضا نحتاج إلى عزم للرفع للتغلب على زاوية ميلان السن بعد ذلك نأتي إلى عزم الخفض عزم الخفض هذه معادلة عزم الخفض وهي العزم وهو العزم اللازم لخفض جسم مقدار وزنه F على سطح منحدر زاويته لامدل ومعامل الاحتكاك هو ميون فالعزم اللازم للخفض هو هذا المعطى بهذه المعادلة ثمانية اثنين في كتابكم المنهجي اللي هو كتاب شقلي معادلة ثمانية اثنين تنطينا عزم الخفض طبعا عزم الخفض هنا يجب أن ننتبه إلى قضية وهو أنه يجب دائما أن يكون أكبر من الصفر يجب أن يكون دائما تيلورينغ أكبر من الصفر إذا كان تيلورينغ يساوي صفر أو كان سالب أقل من الصفر راح شي يصير يصير أنه الحمل ينخفض بدون تأثير خارجي يعني بدون عزم خفض يبدأ الحمل بالانخفاض وهذا الشي يجب أن نتجنبه يعني متى يكون هذا العزم سالب أو صفر إذا كانت زاوية ميلان السن لامدة كبيرة هذه الزاوية لامدة كبيرة وكان معامل الاحتكاق قليل معامل الاحتكاق قليل بهذا السطح اللي يصير أنه هذا الجسم يبدأ بالانزلاق إلى الأسفل نتيجة مركبة الوزن بهذا الاتجاه نتيجة مركبة الوزن هذا W فهنا راح يصير عندنا W ساين لامدة هذه W ساين لامدة مركبة الوزن هذه راح تبدأ بانزال الجسم بدون الحاجة إلى PR PL هذه P-Lowering بدون ما نحتاج P-Lowering وهذا الشي يجب أن نتجنبه في لوالب القدرة لماذا؟ لأنه إذا أنت عندك على سبيل المثال سيارة تريد رفعها لغلظ استبدال إطار أو عملية إصلاح معينة معنى هذا أنه أنت بعد أن ترفع هذا الحمل يبدأ بالانخفام لذاته يعني بدون مؤثر خارجي فإذن يجب أن يكون دائما T-Lowering أكبر من الصفر حتى تحصل ظاهرة تسمى الإقفال الذاتي ظاهرة الإقفال الذاتي في لوالب القدرة يجب أن تكون متوفرة حتى لوالب القدرة ما ينزل من كيفة بعد ما أنت ترفع يبدأ ينزل هو فيجب أن تتوفر هذه الظاهرة في لوالب القدرة اللي هي إذن يجب أن يكون أذنى T-Lowering أكبر من الصفر أي أنه F-D-Mean على 2 Pi-Mu-D-Mean يجب أن يكون أكبر من الصفر إذا قسمنا طرفي المعادلة على هذا المقدار F-D-Mean على 2 نحصل على أنه Pi-Mu-D-Mean Minus-L على Pi-D-Mean Plus Mu-L يجب أن يكون أكبر من الصفر لو ضربنا طرفي هذه المعادلة في المقام هذا المقام فما رضا يبقى لدينا يبقى لدينا Pi-Mu-D-Mean Minus-L أكبر من الصفر بقسمة طرفي المعادلة أيضا على Pi-D-Mean نحصل على أنه Mu-L على Pi-D-Mean أكبر من الصفر نحن ذكرنا سابقا أنه السن أو زاوية ميلان السن هذه المقابل اللي هي L والمجاور اللي هو محيط السن Pi-D-Mean إذن هذا هذا L على Pi-D-Mean L على يمثل ضل الزاوية لامدة تان لامدة إذن Mu-Tan لامدة يجب أن يكون أكبر من الصفر أو نقول Mu أكبر من تان لامدة هذا الكوندشن يجب أن يتحقق لتحقق ظاهرة الأقفال الذاتي في لوالب القدرة يعني الميو اللي هو يمثل تان في أو ظل زاوية الاحتكاك يجب أن يكون أكبر من ظل زاوية الميالان أو نقدر نقول بتعبير آخر أنه الزاوية فايل اللي هي زاوية الاحتكاك يجب أن تكون أكبر من زاوية الميالان اللي هي لامدة بتحقق هذا الشرط تتحقق ظاهرة الإقفال الذاتي سيلف لاكينغ اللي هي تجعل أن التيلورينغ دائما أكبر من الصفر لا يكون سالب ولا يكون مساوي للصفر بعد هذا نتكلم عن موضوع آخر اللي هو موضوع كفاءة اللولب كفاءة لولب القدرة ماذا نقصد بكفاءة لولب القدرة لولب القدرة تعرف كفاءته على أنها حاصل قسمة حاصل قسمة كفاءة لولب القدرة تساوي حاصل قسمة تي نوت على تي آر حيث أن تي نوت تمثل أنه عزم الرفع بغياب الاحتكاك بغياب الاحتكاك مقسوما على عزم الرفع بوجود الاحتكاك هذا هو تعريف كفاءة لوالب القدرة عزم الرفع بغياب الاحتكاك مقسوما على عزم الرفع بوجود الاحتكاك لو رجعنا إلى معادلة العزم لو رجعنا إلى معادلة العزم ويعوضنا بدل معاملة الاحتكاك صفر فراح شي يصير عدنا تي نوت اش راح يساوي انه يساوي انه F دي مين على اثنين مضروبه في L بلس باي في الميو صفر هنا دي مين على باي دي مين مين ميو صفر مضروبه في L فهذا الحد راح يختفي هذا الحد أيضا راح يختفي هنا الدي مين راح تختصر مع هذا الدي مين فراح يصير عدنا يساوي F F L على 2 باي هذا هو تي نوت هذا في حالة عدم وجود احتكاك العزم اللازم للرفع او عزم الرفع بغياب الاحتكاك اذا قسمنا هذا الحد هذا المقدار على تي رايزينج اللي ذكرنا قبل قليل راح نحصل على كفاءة لوالب القدرة اللي راح تكون مساوية الى FL على 2π مضروبة في T رايزينج حاصل قسمة تي نوت على T رايزينج هذه تسمى كفاءة لوالب القدرة كفاءة لوالب القدرة طبعا ننتبه هنا الى قضية احيانا يطلب من عندك الكفاءة الكلية واحيانا يطلب من عندك كفاءة السكرو هذا تمثل كفاءة السكرو فقط لوالب القدرة اما الكفاءة الكلية E total فهنا ولو بعد ما اخذنا احنا عزم حلقة الاسناد نفس المعادلة فقط هنا بالعزم نعوض T total حيث ان T total يمثل T سكرو زائدا T color كما سنأتي فيما بعد هذا تمثل الكفاءة الكلية وهذا تمثل كفاءة السكرو يعني هذه كفاءة الكلية بضمنها حلقة الاسناد يعني العزم الخاص بحلقة الاسناد زائدا العزم الخاص بالسكرو اما هنا فقط العزم الخاص بالسكرو نأخذ منظر الاعتبار هذه هي كفاءة اذا اردت ان تجعلها بالمية كفاءة بالمية فتضرب هذه المعادلة في 100 وراح تكون كنسبة مئوية هذه بالنسبة لكفاءة لولب القدرة عدنا فقرة اخرى هي لوالب القدرة ذات الاسنان شبه المنحرفة الترابيزويدل او اكم ثريد ثريد سكروز اكم ثريد سكروز اللي هي لوالب القدرة ذات الاسنان شبه المنحرفة طبعا هذا احنا سبق وان تكلمنا قلنا احنا عدنا نوعا من اسنان لوالب القدرة او اكثر تكلمنا عن السن المربع لكن احيانا السن يكون شبه منحرف هذا اللي امامكم يسمى سن شبه منحرف هذا هو جزء من السكرو هذا جزء من السكرو نلاحظ انه السن مائل بزاوية كلية مقدارها 2000 زاوية السن 2000 نصف زاوية السن 1000 فالفرق اللي راح يصير ادنا هنا شنو انه الفورس الكلية الفورس الخارجية الاف اللي هي الحمل الخارجي المرفوع راح يتحلل الى مركبة عمودية على السطح ومركبة مماسية او افق مماسية للسطح طبعا هنا المركبة العمودية اش راح تأثر انه راح تزيد قوة الاحتكاك لانه راح تكون اف على كوساين 1000 اللي هي نصف زاوية السن اف على كوساين 1000 تمثلنا normal force على السن وبالتالي الفريكشن فورس راح تزداد بنسبة ايضا حاصل القسمة على كوساين 1000 وهذا يسمى بتأثير القوة الاسفينية الوج فورس لهذا احنا قلنا انه كفاءة هاي الاسنان اقل من كفاءة الاسنان المربعة من يكون السن عدل بهذا الشكل لماذا اقل الكفاءة في هذه الحالة لانه نتيجة ميلان السن هذه القوة العمودية راح تصير اكبر من ايف تكون ايف على كوساين 1000 وبالتالي قوة الاحتكاك اللي هو القوة المماثية على هذا السطح راح تكون ايضا اكبر في هذه الحالة طبعا العزم اللازم للرفع في هذه الاسنان تماما مشابهة للمعادلة السابقة لكن عدنا فقط تغيير واحد هو انه كوساين الف راح يظهر في المعادلة فرح تكون عدنا معادلة الرفع في هذا النوع من الاسنان تمثل انه ايف دي مين على اثنين ال بلس باي ميو دي مين سيكند الف اللي هو واحد على كوساين الف هنا باي دي مين مين ميو ال سيكند الف طبعا بطبيعة الحال هنا والتي رايزينج في هذه الحالة لنفس الثقل ونفس الدي مين راح يكون اكبر من التي رايزينج في حالة الاسنان المربعة عدنا موضوع اخر ايضا اتناوله اللي هو العزم اللازم للتغلب على الاحتكاك في حلقة الاسناد الموضوع الآخر ايضا الموضوع السكرو هو العزم اللازم للتغلب على الاحتكاك في حلقة الاسناد هذا هو السكرو هذا هو الحمل المرفوع اللي مثل الصامولة او الحمل الخارجي وزنه اف اللحظ ان السكرو يحتاج الى حلقة يستند اليها لا يكون طايف بالهو لا بد ان يستند على شيء يعني الان انت من هنا تقوم بتدوير السكرو من تدور السكرو راح يرفع هذا الثقل الى الاعلى او ينزل الى الاسفل فيحتاج الى اسناد الاسناد يكون عبر حلقة هذه الحلقة تسمى حلقة الاسناد او الكولر هذه الحلقة نتيجة وجود الاحتكاك هنا راح نشوف نحتاج ان نتغلب على الاحتكاك في هذا السطح اللي هو عبارة عن حلقة اذا نظرنا هذا الشكل هذا الشكل هذا يمثل لنا حلقة الاسناد قطرها الخارجي دي اوت قطرها الداخلي دي ان فمتوسط القطر مالتها راح يكون دي كولر هذا نسميه دي كولر اللي هو راح يكون عبنا دي كولر دي كولر يمثل لنا دي اوت زائدا دي ان يعني دي دي كولر اوت بلس دي كولر ان على اثنين يمثل لنا متوسط قطر حلقة الاسناد هذه تحتاج الى تغلب على الاحتكاك قوة الاحتكاك اش راح تكون هنا قوة الاحتكاك على حلقة الاسناد اف كولر راح تمثل النا ميو كولر هنا ميو كولر وليس الميو الخاص بالاسنان هنا تختلف انما هاي الميو اللي خاص بحلقة الاسناد ميو كولر مضروبة في اف اللي هي الحمل الخارجي فاذا راح يصير عندنا تي كولر تي كولر شي يمثل النا يمثل النا اف كولر مضروب في نصف القطر هذا نصف القطر اللي هي نصف المسافة من ال اف كولر اللي هي القوة المماسية الى المركز اللي هي دي كولر على اثنين فاش راح يصير لhu اذا تي كولر تي يمثل لنا الاف كولر مضروبة في دي كولر على اثنيا. ونفس الوقت راح تكون تساوي لنا اه اه اف اف كولر اللي هي اف مضروبة في الميو كولر مضروبة في دي كولر على اثنيا. هذا شي يمثل لنا التي كولر وهو يمثل لنا العزم اللازم للتغلب على الاحتكاك في الكولر وهذا معطى بالمعادلة ثمانية ستة في كتابكم. بهذا ماذا نستفيد منه? نستفيد منه انه انت عندما تسلط عزم على لو لا بالقدرة فالتي توتل يجب ان يكون متغلب على التي سكرو اللي هو تي رايزينج او خلا نسمي تي سكرو. تي سكرو زائد تي كولر يجب ان تتغلب عليهم اثنيناتهم حتى تحصل على التي توتل. حتى تحصل على التي توتل. ففي حالة الرفع في حالة الرفع تي رايزينج توتل يمثل لنا تي رايزينج زائد تي كولر. اما في حالة اللورينج تي رايزينج توتل فيمثل ان تي رايزينج زائد تي كولر. طبعا احيانا هنا اذا كان مثل ما وضحناكم قبل قليل احيانا التي رايزينج يكون صفر او سالب. لكن هذا يكون موجب دائما بالحالتين يكون موجب. فبهالحالة ممكن ان يكون التي رايزينج صفر او سالب. التي رايزينج ممكن اذا كان تي كولر هنا موجود في هذه الحالة لان هذا راح يجعلنا التي رايزينج موجب. بشرط ان يكون هذا اكبر من التي رايزينج سالب. فراح يكون عندنا التي رايزينج توتل موجب وبهالحالة يكون مقبول انه ما يحتاج يعني تحته بظاهرة السيلف لوكينج او ما يحتاج توفرها في السكرو لان الكولر راح يعوض انه بواسطة الاحتكاك. ما يجعل الحمل ينزل من كيفه. هذه الملاحظة يجب الانتباه لها. في بعض التطبيقات اللاحظ انه بعض الشركات ش تسوي حتى تقلل تي كولر. تضع هنا هنا يضعون اه بول بيرينج. هنا يضعون بول بيرينج في هذه الحالة مثل ما موجود في التطبيقات اه الرافعات المزودة بها بعض السيارات. لو فككناه. نلاحظ انه تحت السكرو هنا موجود بولز. يضعون بولز هنا كرات. هذه الكرات طبعا على المحيط موزعة. راح تقللنا تي كولر بشكل كبير جدا بحيث يكون قريب من الصفر. ولهذا تشوف عملية الرفع تكون سهلة. واحيانا اذا ما موجودة هذه الكرات يكون تي كولر عالي ويحتاج الى عزم للتغلب عليه. شكرا لكم. بخير اذا배 من سواقوت الهدفه